تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة بشكل كامل على الحريق الأكثر ضلعوة والذي اندلع في أحراج قريتي بيت الزريقة والشقراء بريف اللاذقية الشمالي بينما لا تزال فرق الإطفاء تتعامل مع الحرائق المتفرقة في الريف المذكورة حوامات تابعة للجيش العربي السوري وجرارات وآليات ورجال توزعت في جبهات ريف اللاذقية ولسيما في الأحراج الواقعة بين قريتي بيت الزريقة والشقراء المكان الأكثر ضراوة لجهة النار التي اندلعت في الغابات أبلغنا بحدود الساعة السادس إلى ربعا حريق في المنطقة الواقعة بين قريتي بيت الزريقة والشقراء وحسب معلوماتنا وجولاتنا في هذه المنطقة زاد تضاريص شديدة الصعوبة بين حدارات قاسية كسافة حراجية على الفور تم تحريك أكبر عدد من الإمكانيات تم التدخل بشكل أساسي كان التدخل بنتيجة صعوبة تضاريص وعدم القدرة على إيصال الآليات للموقع كان الاعتماد الأكبر على الكادر البشري حيث تم التدخل في الموقع من خلال 22 فرقة حرائق بالإضافة إلى مجموعة من الآليات السقيلة التي عملت على تطويق الحريق استمر العمل على مدار حوالي 12 ساعة متواصلة حيث تمت السيطرة على الحريق وبدأت عمليات المراقبة والتبريد فرق الأطفاء التي واصلت الليلة بالنهار سيطرت على الحريق وقد تركز عمل الفرق على العمل اليدوي في الكثير من مواقع الحريق وذلك بسبب صعوبة التضاريص في الوقت الذي تدخلت فيه آليات البلدوزر في مواقع أخرى لقطع طريق النيران بعد إعلامنا بالحريق هنا بالمنطقة نحن أجينا بالفرق لهون مع التركزات ومع البلدوزرات وفرق الأطفاء من جميع المنطقة هنا وتعاملنا معه بشكل جيد وتم إخماده لحتى أجت الآليات فتحت لنا طريق ونزلت الأطفائيات طفينا نظاما جهود كبيرة وشجاعة أبداها العمال في هذا الحريق الذي امتد على مسافات طويلة وفي تضاريص يعد الدخول إليها أشبه بالمستحيل وتستمر فرق الأطفاء في التصدي لبؤر النار التي قد تشتعل هنا وهناك من ريف اللاذقية باسم عباس قناة سمى الفضائية